عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء إلى عدن هل سيتم تمكين الحكومة من الوظائف السيادية في عدن؟ أم ستعمل تحت رحمة الانتقال كتكرار لسيناريو الحوث بعد سقوط صنعاء؟ أهلا بكم وصل رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن رغم تأخر الموعد المحدد في اتفاق الرياض لأكثر من أسبوع كان مقررا أن تعود الحكومة بأكملها لكن من عاد مع رئيس الوزراء لم يصل عددهم عشرة وزراء وأنباء عن عدم سماح المجلس الانتقال لبعض الوزراء بالعودة إلى عدن إذن عودة منقوسة لا تبشر بفرض سيادة الحكومة على القرار في عدن لكن المختلفة هذه المرة أن من سيكون في واجهة تقويض الحكومة هي السعودية بعد أن كانت الإمارات سابقا الشرعية والانتقال والسعودية في ملعب عدن سيحاول الطرفان الأولان تنازع أدوات القوة وسأترجح السعودية كفة أحدهما وفق أجندتها وسياستها الخاصة لكن سؤال هل ستقوى الحكومة أن تصبح مجرد واجهة قانونية ومالية لتسيير الحياة في عدن بينما القرار الأمن والعسكري لا زال في يد الميليشيا الانتقالي وما هي الألغام التي تنتظر بقية بنود اتفاق الرياض عاد رئيس الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وكان أول مصافحيه ضابطا سعوديا ما تقوله الصورة هنا أن عدن هي معقل للقوات السعودية وأن حالة السلام المؤقتة مرهونة بوجودها إنها حرب هادئة كما قيل مغلفة بالابتسامات العائدون إلى عدن برفقة رئيس الوزراء هم وزراء المالية وزير الكهرباء، وزير الأوقاف، التعليم العالي، الاتصالات والإدارة المحلية ستة وزراء من حكومة الدكتور معين الآمال التي يعلقها البعض بعودة رئيس الحكومة من أجل سرعة حل القضايا العالقة وتحسين الخدمات والأهم من ذلك إنهاء فصل من العبث بأمن عدن وأبنائها لكن هذه الآمال لم تستطع منع التساؤلات عن إمكانية عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فيما أكثر من نصف الوزراء لا يزالون ممنوعين من دخول عدن وزير التربية والتعليم عبدالله سالم لملس يكتب مغرداً على حسابه في فيسبوك منعون اليوم من العودة إلى الوطن تغريدة لملس تشير إلى أن قرار منع الحكومة لا يزال ساري وأن ما حدث تحت لافتة اتفاق الرياض هو مجرد امتصاص للصدمة خصوصاً أن عدن لا تزال فعلياً تحت سيطرة الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات وزير النقل كان قد أطلق تحذيرات نارية من عودة رئيس الوزراء المشروطة تحت حماية قوات سعودية في ظل غياب سلطة الدولة سمعت أن الأخ رئيس الوزراء متحمس للعودة لكن سيعود تحت علم غير علم البلد سيعود بحماية قوة غير قوة الدولة سيكون شريك في الانقلاب صراحة إذا عاج بهذه الصفة سيكون شريك في الانقلاب وهذا الأمر لا يليق به التاريخ لا يرحم العودة المتأخرة عن موعدها بخمسة أيام بحسب الجدول الزمني لاتفاق الرياض تلقي بضلالها على بقية بنود الاتفاق خصوصاً فيما يتعلق بتعيين محافظ بعد 15 يوماً من التوقيع والذي قد يكون نقطة خلاف كبيرة ستؤدي لعرقلة سير اتفاق الرياض إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في السيديو المحلل السياسي ياسين التميمي وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي صلاح السقلدي بداية مساء الخير أستاذ ياسين أسعد الله مساءك ومساء ضيفك الكريم ومشاهدة قناة بلقيس وأرحب بك أيضاً أستاذ صلاح مساء الخير مساء الخير عليكم وعلى سهل المشاهدين جميعاً أهلا بك إذن أبدأ معك أستاذ ياسين ما الذي تحمله عودة معين عبد الملك إلى عدن اليوم من وجهة نظرك بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً عودة رئيس الوزراء ليست استثنائية هي تأتي في سياق تنفيذ اتفاق الرياض معين عبد الملك يعود كرئيس حكومة تصريف أعمال دوره محدود للغاية يتمثل في تسيير الأمور العادية تشغيلية صرف المرتبات بانتظار طبعاً تشكيل حكومة الحكومة المتفاق عليها والتي ستتم خلال شهر من التوقيع على اتفاق الرياض نحن أمام عودة ذليلة مشروطة ما كان يجب أن يعني توضع الحكومة الشرعية الممثلة للشعب اليمني في سياق هذا الامتحان المذل الذي يعني أفقد السلطة الشرعية الكثير من أوراقها وفي الوقت التي يعني تمثل الشرعية قاسماً مشتركاً لدى المجتمع الدولي الذي لا زال ينظر إليها على أنها الممثلة الشرعي للشعب اليمني هي تفقد صلاحياتها وأوراقها استناداً إلى هذا الاتفاق الذي صمم لتمكين فصيل متطرف يتبنى أجندة لاوطنية لكي يكون جزءاً من شرعية هي التي ستسود في عدن وبطبيعة الحال نحن اليوم أمام شرعية متشضية متصدعة عندما تتشكر الحكومة الجديدة ستكون هذه الشرعية شرعية مفروغة من مضمونها بأجندات متصارعة بوزراء يمثلون خلفيات سياسية وأجندات متصارعة وموتورة وتتبنى موقفاً عدائياً بمشروع الدورة اليمنية إذن نحن أمام مآل سيء جداً من نسبة للسلطة الشرعية لا يمكن النظر إليه على أنه نجاح في سياق تنفيذ اتفاق الرياض هو استسلام ما كانت تحتاجه الحكومة لإرادة خارجية تمكين التحالف من التحكم ليس فقط السياسي والعسكري والاستراتيجي وإنما التحكم السياسي أيضاً وهذا من صلاحيات السلطة الشرعية اليوم التحالف استند لإتفاق الرياض سينظر في طبيعة التعينات سيتحكم إلى حد كبير في سلوك الحكومة خلال المرحلة المقبلة وفي الوقت نفسه ليست هناك ضمانات من أنه سيتحكم في المقابل بسلوك وتصرفات المجلس الانتقالي الذي لديه قوة يتحكم بها في عدن ويحدث فيها الفوضى والجلبة قبيل عودة الحكومة وما بعد عودة الحكومة ويحاول أن يمرر الأجندة الإماراتية المندحرة المتمثلة في إبقاء عدن مدينة غير مواتية مدينة طاردة للناس طاردة للمشروع الوطني وغير مؤهلة لكي تكون قاعدة للانطلاق إلى إنجاز بقية الاستحقاقات الوطنية وفي طليعتها بطبيعة الحال دحر الانقلاب إذن سنناقش ذلك كله بالتفصيل خلال هذه الحلقة أستاذ ياسينو لكن دعني أستمع لرأي الأستاذ الصلاح حول عودة رئيس الحكومة ومعه عدد من الوزراء استمعت لوجهة نظر الأستاذ ياسينو الذي لا يجدها خطوة تفاؤلية بالمرة ويجد أنها مجرد خطوة شكلية لتنفيذ اتفاق الرياض ولكن سماها بحكومة تصريف أعمال ما رأيكم نعم في البداية أقول للأخ ياسين ولكل سر المشاهدين بأن قوات الأمن التي يصفها الأخ ياسين بأنها قوات متطرفة قوات متمردة وما شاب ذلك من الصفات هي إلى قبل ساعات كانت تخوض معارك مع كثير من العناصر العناصر الفوضي وعناصر المسلحة والعناصر التي أثارت الرعب وأثارت الخوف داخل الأحياء كثير من عدن هذه العناصر التي تسلحت بأسلحة أقلها أربيجيات وقناصات ورشاشات من سلح هذه العناصر؟ أليست حكومة الأخ ياسين وصحبة؟ أليست هذه التضحية التي تخوضها هذه القوات الأمنية داخل عدن؟ هي خير دليل على أنها قوة قوة نظامية تقابح عناصر إرهابية عناصر فوضوية مدعومة من قبل سلطة تزعم أنها حكومة وأنها شرعية أما فيما يتعلق بعودة الحكومة فإذا ما رقعنا إلى البنود الاتفاق فهي أتت لمهمة محددة فقط البنود التي وردت في اتفاق الرياض أو اتفاق جديد كما يسمى لم تذكر أي مهمة لهذه الحكومة على الإطلاق سواء بند واحد وهو عودة الحكومة بعد أشبوع من التوقيع اللي صار في المرتبات فقط وفي تقديري بأن الوزراء الذين عادوا فهم كافي ليأدوا المهمة المحدودة التي أسنلت لهذه الحكومة لأن المهام اللاحقة ستتقوم بها بحاجة لتفاق الحكومة المقبلة نعم مهم فقط هي حكومة تصريف أعمال نعم اسماعيل هي حكومة تصريف أعمال وتصريف أعمال كبيرة عليها بدون شك إذا ما عدنا إلى مهمتها الموجودة في الاتفاق فهي مهمتها لصرف الرواتب فقط والوزراء الذي أتوا مع رئيس الوزراء فهم كافي بأن يقوموا بالمهمة التي أسنلت لها رئيس الحكومة فعلا كان لديهم نية يعني إذا لماذا يعود رئيس الحكومة وبقية الوزراء إذا لم تريد فقط منهم تسليم الرواتب يعني كان يكفي وزير المالي على هذا الحال لكن اسمح لي أن أخذ رأي الأستاذ ياسين يعني إذا كانت هذه وجهة نظر الطرف الآخر في بنود الاتفاق وربما تميع ما جاء فيه الأستاذ صلاح يجد أن هذه الحكومة فعلا حتى تصريف أعمال يجد أنها كثيرة يقول أن الاتفاق لم يذكر إلا أنها ستقوم بصرف الرواتب يصف أن القوات التي أصفتها بأنها خارج الدولة بأنها قوات أمنية تجاه عناصر إرهابية عينتها حكومة الدكتور معين فبالتالي ما زالت هذه الحكومة غير معترف بها عمليا في الطرف الآخر على أساس توقيع هذا الاتفاق القوات هذه فرضت على السلطة الشرعية في مرحلة من المراحل لكنها عملت منذ اللحظة الأولى ضد السلطة الشرعية وخاضت مع السلطة الشرعية جولات من الحروب في بداية 2018 وأختمتها بانقلاب مكتمل الأركان وبدعم إماراتي واضح وبأسلحة إماراتية تدخلت مباشرة كما تدخلت أيضا في أوائي العمل في 2018 وحسمت الموقف العسكري لصالح الإنقلابين الجدد في عدن وعندما تدخل الجيش الوطني وكاد أن يحسم الموقف في عدن تدخل الطيان الإماراتي وضرب الجيش الوطني وقتل أكثر من 300 طابط وجندي وبالتالي الإمارات دفعت ذلك ثمنا كبيرا لأنها عجزت عن أن تواصل دورها باعتبارها دولة جاءت لمساندة السلطة الشرعية وقد تورطت في مواجهة هذه السلطة الشرعية القوات اليوم التي تخض جولات التمكين في عدن هذه لا تكافح الإرهاب ولا تكافح أناصر مسلحة في مدينة عدن وإنما تكافح المشروع الوطني وكل من له صلاة بالمشروع الوطني في مدينة عدن من يقرر ذلك؟ سمح لي أستاذي أسين أنت تجد أن هذه القوات تقوم على أساس مشروع وطني وهي ألحامي للدولة بينما الانتقالي هو مجرد ميليشيا الأستاذ صلاح يجد في أن هذه عناصر إرهابية تتبع الحكومة وأن القوات التي تجابها هي قوات أمنية تقدم الغالي والرخيص من الذي يقرر؟ من هي الميليشيا ومن هو الجيش الوطني؟ صلاح السق الذي قالها بوضوح قال هذه العناصر التي خاضت معها الميليشيا الانتقالي مواجهة هي تتبع الحكومة بطبيعة الحال هؤلاء ليسوا قوات تابعة للحكومة هؤلاء لهم موقف واضح من نفوذ الانتقالي ومشروع لإمارة التدمير والانفصالي هم منحازون لمشروع الوطني هؤلاء لا يريدهم المجلس الانتقالي أن يكونوا موجودين في عدن لأنه لا يمكن أن تصفي عدن دفعة واحدة من أبناء الجنوب ليس فقط من أبناء الشمال من أبناء الجنوب من أبناء شبوة من أبناء أبيان من أبناء حضر موت من أبناء المهرة هؤلاء كلهم موجودون في عدن ولا يتفقون مع المجلس الانتقالي الجهوي القروي ولهذا المجلس الانتقالي اليوم بمساعدة الإمارات يقومون بعملية تطهير شاملة لمدينة عدن إنه عندما تقدم الجيش الوطني ودخل بوابة عدن الشرقية عند نقطة العلم تحرك أبناء عدن وأسقطوا المجلس الانتقالي وتبخر المجلس الانتقالي في عدن إلى أن تدخل الطيران الإماراتي اليوم استعادت القوات التابعة للانتقالي أنفاسها وهي تقوم بجولات ممنهجة لتصوية الحسابات مع المواطنين اليمنيين الذين ينتبونوا المشروع الدولي اليمنية وتتعامل معهم على أنهم إرهابيين وهذه الحجة سقطت منذ وقت مبكر عندما سقطت صنعاب باسم مكافحة الإصلاح والأخوان المسلمين والإرهاب وسقطت عدن باسم مكافحة الإرهاب ومحاربة الإصلاح هذه الأعذار لن تتوقف هذه الأعذار ستبقى قائمة ما بقيت هذه المشاريع لهدامة التي تستهدف المشروع الوطني لهذا الناس الذين يدفعون أنفسهم في أحياء عدن أصلا ما قاموا بعملية إرهابية ولا أثروا على الأمن ولا خربوا البيئة الأمنية الحساسة لمدينة عدن وإنما هؤلاء لديهم مشروع لتطهير عدن حتى يكون موقفهم هو الأقوى في مواجهة السلطة الشرعية عندما تستعيد ولا أقول في مواجهة الحكومة التي يفترض أنها تكون حكومة شراكة كاملة بما في ذلك بتمثيل يشمل الانتقالين إذن اسمح لي فقط نعود للأستاذ صلاح إذا كانت عودة رئيس الوزراء أخذت ربما أكثر أو قرابة أسبوعين وهو إجراء يفترض أن يكون إجراءا عاديا كيف يمكن تنفيذ بقية الشروط في ظل الفهم الذي تفهمون به لبنود اتفاق الرياض؟ نعم مرة أخرى أذكر الأخي عسين بأن هذه العناصر الإرهابية والفوضوية هي مسلحة من قبل الألوية التي كانت موجودة في عدن ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك وقامت يوم أمس بما هاجمت أطقم تبع الأمن في عدن وهذا القوات الأمنية نذكر بأنها أنشئت بقرارات جمهورية وقياداتها عينت بقرارات جمهورية والألوية لم تنشأ بقرارات جمهورية؟ فمن يغالط الأخي عسين؟ والألوية أنشأت من تلف نفسها؟ نعم أما فيما يتعلق بأما فيما يتعلق أسمحين نعم؟ تفضل تفضل نعم هي أنشأت بقرارات جمهورية باسم ألوية الدعم والإسناد إذا لم تكنوا عارفين بهذه الحقيقة فالكارثة أكبرية لا لا أنا لم أشير إلى الحزام الأمني ولكن أشرت لبقية القوات الألوية التي تتحدث عنها أنشأت من تلقاء نفسها أم أنشأت أيضا بقرارات جمهورية؟ في عدن هي الحزام الأمني وقوات الأمن العام الموجودة لا تقرأ هناك أي قوات أخرى وأنا أكلم من داخل عدن الآن أما فيما يتكلم عنه الأخي عسين بين الانتقالي سقطت ذاتيهم فلا أعرف من تسقطت لذا كان سقط هذا فيما خيلتهم وفي أحلامهم فيما يتعلق بالغزو الذي كان تم على عدن فتصدت له الإمارات بعد أن أتى هذا الغزو من خارج الجنوب أطلا وليس فقط من خارج عدن هو أتى من ما أريه وكلنا نعرف ماذا الغرض منه فهل هؤلاء هما أبناء عدن عندما تأتي قبيلة طعمان وما أشابع ذلك من قبائل ومن جماعات متطرفة يعرفها القاسي والداني وتعرفها واشنطن بأول أطراف بأنها عناصر لا تنتمي على الإطلاق لأي دولة ولا لأي عامل مدني لا تنتمي للجيش الوطني الذي يتبع رئاسة الحكومة والذي يتبع أيضا أن تتحدث بشكل غريب يعني هل ليست عناصر جاءت من تلقى نفسي أهل يتبع الجيش الوطني إسمعي لي إن كان هؤلاء جميعا ينتمون للجيش الوطني فلماذا لم تشر القوائم القتلة الذي ذكرهم الأخياسين بالعشرات وربما بالمئات فلماذا لم تشر أسماءهم وصورهم بالتفصيل لماذا اختصر الأمر على بضعة أسماء هي عظمها من مأرب أتات فمن تأتي بهذه الأرقام ولماذا لا تدحمها بحقائق مثلما ندحم نحن كلامنا بحقائق ملموسة وبالأرقام وبالأسماء وبالأحداث والوقايع في عدن هنا أما ما يتعلق بالحكومة فهي حكومة مثلما أشرنا في السابق فهي حكومة أتات للتنفيذ مهمة محددة فما تم تعاملها في عدن فستتعامل وفق البند الذي اتفق عليه على الإطلاق أما ما يتعلق بالأقياسين وغيرهم والذين كانوا يتهموا الانتقالي بأنه عامل للإمارات وبأنه رهينة وبأنه أجير وبأنه فلماذا لم تستفزوا هذه الصورة التي عرضت قبل هذا البرنامج قبلها بشوية كان لديكم موجز أخبار وكان في استقبال رئيسي العكومة ضابة سعودي ومحافظ عدن هناك مرمي في الخلف ربما تحدثنا عن ذلك أنه تم استبدال الإمارات بالسعودية فماذا تعني لكم السيادة بالله عليكم فما هي السيادة التي تغنيها وما هو استدقل ولماذا كنتم تتشدقون أيام الإمارات لماذا برعتم لا يوجد فرق نحن تحدثنا أن اتفاق الرياض أتى لتسليم عدن من الإمارات للسعودية لم يكن هناك أي فرق استبدال الطرف بطرف خارجي آخر لكن أجبني عن سؤالي الذي سألته لك أستاذ صلاح ماذا عن بقي التنفيذ هذا أنت تقولي لكن قيارات الشرعية اسمحي لي هذا أنت تقولي ومشكورة على لكن قيارات الشرعية وبالذات الموجودة في الرياض لماذا لم تتكلم عن هذا الاستبلال ولماذا كل هذا التخوف وكل هذا الرعب ولماذا كانت لماذا كانت تبالغ حينما كانت الإمارات موجودة ولماذا الانتقال رهين الإمارات حتى بعد الخارج وليس الشرعية رهين السعودية والقطار حتى نهدف موضوع الحلقة أجبني على سؤالي إن سمحتها أعود لي ضيفي الآخر يعني ماذا عن بقية تنفيذ بنود الرياض إذا يعني عودت رئاسة الوزراء أخذت كل هذا الوقت ماذا عن بقية البنود خاصة دمج قوات الحزام الأمني بالجيش الوطني وما إلى ذلك من النقاط العديدة نعم هناك وفق البنود هناك تراتبية موجودة فإذا لاحظت تفاية أول خطوة كانت التوقيع ثم عودة الحكومة وبعد أن تعود تقريبا بأسبوع تتم تشكيل حكومة جديدة مناصفة بالشمال الجنوب وما إلى ذلك من البنود وكل المهام فيما بعدها مسنودة للحكومة القادمة أعرف التراتبية هذه ولكن ما هي العرقيلة التي ستواجه بقية هذه البنود إذا كانت عودة رئاسة الحكومة أخذت كل هذا الوقت العرقيل متوقعة جدا خطوصا عندما يكون الخطاب الخطاب الفشل باين من أوله فهذا التدمر الذي يبدو على كثير من القيادات الداخل الشرعية والمحسوبين عليها والأصوات المؤيدة لها بأن هذا الاتفاق كان الظلم جائر وبأنه يمكن ميليشيات وبأنه يقتزم من السيادة وبأنه يمكن الجماعات ما يسموها بالجماعات المطرفة وينال من الوحيد اليماني وما إلى ذلك فهذه دلائل والنواية واضحة بأن هناك من سيقوض هذا الاتفاق وربما يفشله أما الطرف الذي اعتبر وهو الانتقالي والطرف الجنوب الذي اعتبر بأن هذا الاتفاق كان إلى حد ما هو انتصار الله ولو انتصارا سياسيا فهو في مصلحته أن ينفذ هذا وهو من المتوقع أن يكون سند للتنفيذ هذا أو على الأقل لن يكون هو عائقا مثلما سيتصرف الطرف الآخر الذي يضمر النوايا مقدما وبيت النوايا بأنه سيفشل هذا ولن تجارب كثيرا مع توقيعات ولن تجارب مع وثيقة العدو الاتفاق ومثلا إلى ذلك من اتفاقيات تم افشالها منذ الوهلات الأولى واحتكمت أطراف أطراف أخرى إلى السلاح لتجاوز هذه الاتفاقيات والإفشالها وإجهاضها بالمحصة للأخيرة نعم أستاذ صلاح سأعود إليك لكن استمعت لأستاذ صلاح صديسين بالعديد من النقاط ربما وطرح تساؤل حول من تم قصفهم من الإمارات يعني التساؤل يسير الانتباه لما لم يتم فعلا الإشارة لأسماء كل من سقطوا تحت القصف الإماراتي لما لم يتم يعني الحديث عن هؤلاء كشهداء يتبعون للجيش الوطني وإثارة هذا الأمر يعني أن تفقد 300 شخص ويعني نيف تقريبا في معركة هم خاضوها لأجل الوطن ولا تتحدث عنهم بالشكل المطلوب فهناك في الأمر ربما غرابة طبعا هناك أسماء تم الإعلان عنها وتم الاحتفال في الأربعينية هؤلاء الشهداء وأنا أستغرب من الأخ صلاح أنه يريد أن يتأكد كامل عدد بالتحديد لكنه لم يستفز بأن عدد من الجنود والضباط سقطوا بطيران الإمارات إذا كان يعتقد أن ما قام به طيران الإمارات كان عملا مطلوبا من جانب الانتقال ومن الذين يدافعون عن مشروع لاوطني فالمسألة خلاص محسومة لا يهمه كما العدد الذي سقط بينما الذي يهمه أن هذه الذي يرى ما حدث بأنه جريمة لو كان الشهداء واحد أو اثنين أو ثلاثة فهذا يكفي لأن الاعتداء حدث ضد الجيش الوطني الذي تدعي الإمارات بأنها أتت لمساندته من أجل استعادة السلطة الشرعية هذا الجيش الوطني كان في مهمة إعادة سيطرة السلطة الشرعية على مجال نفوذها السيادي مدينة عدن لاحج الضالع وغيرها من المناطق المتمردة التي سلحتها الإمارات لكي تكون ضدا على المشروع الوطني وضد المشروع الدولة الوطنية وضد السلطة الشرعية من حيث المبدأ ما حدث هو اعتداء على السلطة الشرعية أي أن كان عدد الذين سقطوا لكن أنا أعتقد أن الأعداد التي أعلن عنها هي أعداد واقعية وتم نشر قائمة طويلة من أعداد الضحايا الذين سقطوا في الحادث الإجرامي الذي نفذه طيرا الإمارات وغطت عليه السعودية على الفور بدعوات التصالح وبدعوات الحوار إلى مدينة جدة لأنه كان الهدف هو منع السلطة الشرعية من استعادة نفوذها القوي في مدينة عون وفي غيرها من المحركة من قبل السعودية والإمارات ربما أيضا هو تساءل والوجود السعودي ويثار الغضب فقط بالوجود الإماراتي بالنسبة للشرعية اللي نقول والله نحن لا نميز بين الاستفزازات السعودية والاستفزازات الإماراتية عندما يتقدم الضابط السعودي على المسؤولية السلطة المحلية في مدينة عدن فهذا واحدا من النتائق الكارثية التي نحصدها نحن نتيجة سلوك هؤلاء المجلس الانتقالي وغيره المجلس الانتقالي إذا كان يبرر للإماراتيين تصدرهم المشهد في عدن فنحن أيضا لا نبرر للسعودي أن تصدرهم المشهد في عدن نحملهم مسؤولية استعادة السلطة الشرعية لمسؤوليتها في مدينة عدن لأنهم هم اليوم من يتحمل المسؤولية الأمنية بحكم أنهم يمتلكون أكبر قوة عسكرية وازنة وبإمكانها أن تغير مجرى الأحداث وخارطة التوزنات العسكرية والأمنية في مدينة عدن إذن هم طلوبين من هذه الناحية أن يعبروا عن مصداقية حقيقية في الانحياز لمشروع الدولة اليمنية أما أن يتصدروا المشهد في عدن كما فعل الإماراتيون فهم مرفوضون منبوذون من الأساس أيضا أنا واحد من الذين ينبوذون هذا الاتفاق ويرفوضون هذا الاتفاق لأنه جرد السلطة الشرعية من ممكنات عديدة وهائلة هل نفترض ربما هو طرح هذه الفكرة بأن الانتقال يجد في هذا الاتفاق انتصار سياسي له وبالتالي سيسعى لي تنفيذه بينما الطرف الآخر لا يجده كذلك ربما يسعى لإفشاله هل يمكن أن توجد العراقيل من قبل الحكومة لتنفيذ حقيقة الشرع؟ لا 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 المجلس الانتقالي مكلف بتعطيل أي مهمة لاستعادة الدولة اليمنية ولهذا هو يسعده أي إنجاز في طريق تثبيته كطرف سياسي يمكن أن يستفيد من مشروعيته عبر اتفاق الرياض في مواصلة عمله ضمن مشروع هدم الدولة وهو مشروع تتبناها الإمارات وتمولها الإمارات والسعودية أيضا لهذا المجلس الانتقالي هو أداة أداة هدم وتم زراعتها في عدن في مايو أيار من عام 2017 لهذا الغرض هذا منتج إماراتي منتج هذا التحالف وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن المجلس الانتقالي بات منقطع الصلة حتى من المشروع الانفصالي الجنوبي المشروع الانفصالي الجنوبي لم يعد مشروعا جامعا بات مرفوضا من قطاعة واسعة من المكونات الجنوبية وبالتالي هذا المجلس الانتقالي سيبقى منحازن ومنتصقا بالأجندة الإماراتية إلى حد كبير إذن أستاذ صلاح كان لدى الأستاذ ياسر ربما الجرأة للحديث عن الوجود السعودي وتصدره للمشهد عوضا عن السلطة المحلية مثله ومثل الإمارات هل لديكم الجرأة بأن تتحدثوا عن جرائم الإمارات التي تحدثت عنها المنظمات الحقوقية الدولية والصحافة والإعلام الدولي سجون السرية الاختطافات التعذيب ما يحدث من إرباكات السيطرة على الموانئ والمطار هل لديكم الجرأة أيضا للحديث عن طرف الإمارات كما ستتحدثون عن السعودية مثلا نعم هل استمعت إليه أستاذ صلاح هل هناك مشكلة في الصوت سنعود إليك أستاذ صلاح هل استمعت إليه الآن نعم هناك مشكلة يبدو لي في الصوت سنحاول معالجتها أعود إليك أستاذ لو سمحتي لي أنوه لنقطة مهمة المجلس الانتقالي غارق في مشروع سياسي تدميري بطبيعته يعني لو كان المجلس الانتقالي يعبر عن الهوية الجنوبية وعن مشروع وطني جامع لكان حرص على أن تكون عدن نموذج للنجاح أنا أعتقد أن نجاح عدن والاستقرارها والزهارها لا علاقة له مباشرة بمشروع الانفصال كان بإمكانه كان مجلس الانتقالي يعني استمر في المطالبة بالانفصال لكن ليس على حسب استهار سقرار عدن عدن ستبقى مدينة مستهرة وكان عليه أن يحرص على ذلك لكن لأن هذا المجلس الانتقالي أصلا ليس مكونا وطنيا وليس له علاقة بالمشروع الوطني حتى ببعده الجنوبي لهذا عمل على إنجاح مشروع الإمارات في إفشال مدينة عدن وتحويلها إلى بيئة طاردة اليوم الكثير من رؤوس الأموال وهذا أشار إليه وزير الداخلية أحمد الميسري وكان محقا في ذلك عدن كان يفترض أن تتدفق إليه الأموال والناس الذين قدموا إلى عدن ما قدموا لكي يصطدموا مع المشروع الجنوبي بل قدموا لأن عدن كانت هي الملاذ بعد الإنقلاب الحوثي في صنعاه وكان يمكن لأموالهم أن تحول عدن إلى مدينة مستهرة ومتقدمة لأن مدينة معربة التي كانت أشبه بقرية توسعت إلى مدينة كبرى منذ خمس سنوات تقريبا بينما عدن تراجع دورها وتراجعت وأصبحت قرية كما قال وزير الداخلية إذن لأن المجلس الانتقالي لا علاقة له بالمشروع الوطني الجنوبي ولا علاقة له باستعادة حتى الدولة الجنوبية فهو قنبلة موقوط زرعة الإمارات لغم زرعة الإمارات في وجه الدولة اليمنية وفي وجه الطموحات الحقيقية لأبناء الشعب الجنوبي ولأبناء مدينة عدن على وجهة تحديد أبناء مدينة عدن اليوم كلما اتسع عن طاقة المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي وأبناء مدينة عدن فهذا يعني أن مدينة عدن ترفض هؤلاء الطارئين ترفض هؤلاء القرويين الذين يريدون أن يفرضوا كلمتهم بقوات السلاح ليس لهم من خيار سوى الاعتماد على السلاح ليس لهم من خيار سوى استخدام القوة في وجه المكونة الجنوبية الأخرى في وجه أبناء مدينة عدن الذين يرفضون بشكل قاطع هذه الهيمنة التي أتت لهم بالويلات والكوارث وأفقدتهم الحياة وبسببهم تتاهرة الخدمات تعتقد أن الانتقال سيل عبدالورة الحسين في 2014 قوة مهيمنة وشرعية عمل تحت نطاق سيطرته وهيمنته بعد اتفاق الصلح الذي أجري في صنعه نعم هذا ما يحدث الآن هو السنساخ لاتفاقات تم صياغتها وفرضها على الحكمة الشرعية منذ أن كانت في صنعه وخسرت بذلك وجودها في صنعه وخسرت نفوذها في المحافظة الشمالية المجلس الانتقال الجنوبي اليوم هو يكرر نفس السيناريو ولن يقبل بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض لا يعنيه تنفيذ اتفاق الرياض ليس لأنه متمسك باستقلال الجنوب بل لأنه ممتصق بشكل أساسي بمشروع إمارات ومشروع الإمارة التدميري في الأساس وهو ماضا باتجاه تفكيك حتى المحافظة الجنوبية نفسها لأنه في الوقت الذي يقرر القرويون الذين يهمنون عن المجلس الانتقالي بأنهم ذاهبون إلى انفصال فالجنوب الآخر سيذهب إلى انفصال هذه حقيقة والعالم تحدث أبناء حضرموا تحدثوا أبناء المهرة تحدثوا وأبناء شبوى قالوا موقفهم في المواجهات العسكرية الأخيرة وطردوا المجلس الانتقالي وطردوا القوات المحسوبة عن مجلس الانتقالي من محافظة الشبوى فعن أي شيء يتحدث هذا المجلس أنا أعتقد أن استمرار المجلس ومنحه عبر اتفاق الرياض إمكانية للهيمنة في مدينة عدن هو جزء من مخطط تحالف وليس له علاقة بالمشروع الجنوية إسمح لنا بأي حال من الأحوال نعم إسمح لنا أستاذ ياسين أن ينضم معنا المحامي والناشط الحقوقي وحيد سلام عبر الهاتف من عدن مساء الخير أستاذ وحيد أستاذ وحيد ما هي الأولويات أو المطالب التي تطلبونها كأبناء عدن من الحكومة بعد قدومها إليها في بداية شكرا على الاستضافة ويعني رحب بالضيوف الكرام بالمشاهدين قناة بلقيس اليوم أنا أتحدث كصوت من أصوات المجتمع المدنيين بناء عدن برسالة نرفعها لدولة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك ورئيس الجمهورية فخامة المشير عبد المصور هادي نطلب من جميع الأطراف سواء كانت الدولة والحكومة الشرعية أو أخواننا في المجلس الانتقالي نطلب منهم جميعا أن يتركوا أي مهاترات أو موحكات وأن يلتفتوا جميعا كفريق عمل واحد لإنقاذ هذه المدينة التي تعاني اليوم ويصرق أبنائها في كل الاتجاهات في الاتجاهات الخدمية في الاتجاهات الأمنية في الاتجاهات المجتمعية اليوم عدن تعاني والفرقاء منشغلون عن معاناة هذا المجتمع أنا الأواني اليوم بعد اتفاق الرياض الذي استبشرنا فيه خير أن يعود الجميع كفريق عمل واحد أنا أدعو الحكومة الشرعية أن تعتبر القوى في المجلس الانتقالي مكون سياسي يتعاملوا معهم كأي حزب أو تنظيم سياسي على هذا الأساس ويعملوا بشكل برؤية سياسية هل ترك لهم اتفاق الرياض هذا المجال أستاذ وحيد هل فعلا المكون الانتقالي مكون سياسي أم ربما وجوده معيق لعمل الحكومة والحكومة فقط مسيرة لأعمال وتحدث معنا الصحفي صلاح سقلدي وربما هي رؤية جميع من في الانتقال أنهم أتوا فقط لتيسير الحياة في عدن ولصرف الرواتب فقط هذا صحيح أنا في قناعة الشخصية وفي قناعة المجتمع المدني في عدن أن عدو هذا المجتمع وعدو الدولة وعدو هذا الشعب هي ميليشيات الانقلاب الحوثية هذا هو العدو الذي يجب أن يتجاه الجميع لمواقهته أما الحكومة الشرعية بمشروعها الوطني والخدمي لهذا المجتمع يجب أن ترتقي اليوم ويجب كذلك على الأخوة في المجلس الانتقالي أن يرتقوا هي وقهة نظر أنا لماذا قلت أن نعتبر الأخوة في المجلس الانتقالي مكون سياسي له وقهة نظر قد تتجاوز يعني إيصال وقهة هذه النظر بوسائل عاقة حمل الحكومة وتسببت بكثير من النخبطة لكن نقول أننا تجاوزنا تجاوزنا هذا اليوم ويجب أن يتجاوزوا الجميع سواء الشرعية أو مجلس الانتقالي يفكرون بممطق القوات السياسية نعم شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي وحيد سلام كنت معنا عبر الهاتف من عدن وعود إليك أستاذ صلاح بداية معذرة عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتنا بسبب الصوت من المصدر وكنت سألتك قبل انقطاع الصوت حول مدى جرأتكم لمواجهة ما عبثت به الإمارات من سجون سرية من تعذيب من العديد من الانتهاكات التي قامت بها من سيطرة على الموانئ والمطار أيضا وذلك بشهادة منظمات حقوقية لم نتحدث نحن وإنما إعلام غربي وتقارير دولية عديدة منها لجنة الخبراء والعقوبة أيضا كما تحدث الأستاذ ياسين عن الدور السعودي وأنه دور مشبوه أيضا ويعني آتي فوق سيادة الحكومة وأن استقبال رئيس الوزراء من قبل طرف خارجي بعيدا عن سلطة المحلية شيء معيب ومهين نعم سمعنا عن تقارير من هذا النوع في عدن تقارير عربية وتقارير دولية في عدن مثلما سمعنا عنه في انتهاكات كثيرة في مأرب وفي تعج وفي صنعه وفي كثير من المناطق لكن السؤال الذي يطرح نفسه منذ قرابة أسبوعين لماذا لم نرى إفراج عن هذا المعتقلين والإنهاء هذه السجون التي كانت أيام الإمارات مع مساك السعودي اليوم هي تمسك بالمقر للتحالف حيث ما يعتقد بأنه هناك السجن وتمسك بكثير من مناطق داخل عدن وبالأخير لم نشاهد أي معتقلين أو أي سجن يعني لم تشاهد أي معتقلين كيف يمكن مواجهة ذلك بل الغريب بالأمر أن الأصوات التي كانت بل الغريب بالأمر أن الأصوات الكثيرة التي كانت تتحدث عن هذا الموضوع اختفت أو تكاد أن تختفي لنقول أننا نتهيأ بوجود هذه السجون اسمح لي لنقول أننا نتهيأ بوجود هذه السجون وغرتنا التقارير الدولية الكاذبة بحق الإمارات لكن كيف يمكن أن تبرر ذلك أستاذ صلاح وأنت من أبناء عدن يعني صوت الأمهات التي يعني يبكين وتتناقل هنا صور الفيديو أمام سجن بير أحمد وغيره من السجون يطالبنا بالكشف عن مصير أبنائهم كيف تستطيع مواجهة نداء الأمهات يعني ذاك مني ذاك من الإعلام الغربي أنا الضامن مع كل أسير اسمح لي واضح الشهر لا أضامن معه فقط أنا أتألم كثيرا لأي سجين والأسرة أي سجين في أي مكان وفي عدن تحديدا لكن أستغرب وهذا ما أشرت إليه كثير من الكتابات لماذا لم نرى تلك الزحم الذي كان موجوديا من الإمارات لماذا لم يكاد أن يختفي اليوم يعني بالنسبة لنا ما زلنا نتحدث عنهم بالنسبة لنا ما زلنا نتحدث عنهم يعني أنتم الأمن تتكون المدينة وأن من يفترض أن تتم أن تجيبوا الانتقال هو من يفترض أن يجيب أن تسأل هؤلاء أنا أضم صوتي إليك لماذا لماذا سمتوا عن آلهم إلى الآن أنا مستعد أخرج معهم وأوقف واعتسم ونظم أي وقفات سواء أمام التحالف أو أي مركز الشرطة أو أي سجن مفترض لكن الغريب أن لم نعد نشاهدهم لماذا سكتوا عن أبنائهم هؤلاء هل خوفا من السعودية أم أن التقارير كانت تغشنا جميعا نعم إذن جيد مناصرتك لهؤلاء الضعفاء ولكن يعني أضع لك نقطة أخرى أيضا طرح الأستاذ ياسين ربما لم تستمع إليها أثناء انقطاع الصوت وهو يتحدث عن لو كان المجلس الانتقالي لديه مشروع تنموي ربما كان حسن من عدن وحولها إلى مدينة مزدهرة لكن الأسف الشديد لديه مشروع حسب توصيف الأستاذ ياسين تدميري هدفه غير وطني وهو ليس مكونا وطنيا لأنه حول عدن إلى مدينة طاردة للرأس المال وللناس وللحياة الطبيعية ربما أنتم استلمتم الحكم فترة منذ الانقلاب حتى هذه الفترة ولم نجد أي تحسين حتى ما قبل ذلك الحكومة لم تكن موجودة عمليا كانت تحت سيطرتكم وسيطرة الإمارات لما لم تتوجهوا للبنية التحتية حقيقة وحينما أرادت الإمارات أن تغادر ذهبت لقلع المواطير التي أتت بها أي بنية تحتية تريدين حققها خلال شهر بالله عليه في الوقت لم أتحدث عنه شهر أنتم من تمسكون البلاد منذ التحرير منذ التحرير عدن من يمسك البلاد غير الحزام الأمني والإمارات أستاذ صلاح هل تقنعني أن الحكومة الغير موجودة والغير نسمح لها بالتواجد هي من مسكت الحق الانتقالي لا يمسك الدولة بكل تفاصيلها لا يمسك الدولة بكل مواردها النفط بيد الحكومة الحكومة أخذت الفلوس وهربت أخذت كل المخصصات وهربت احتجزت كثير من الحاويات بالطريقة بالانتصل كل الموارد كل الموارد التي هي ستكون موارد للتنمية لموارد عادة الخدمات كلها بيد الحكومة لماذا لم تدعمكم الإمارات لتثبت أن هذه الحكومة فاشلة وأنتم من تستطيعون قيادة البلد وذهبت لدعم الجيش والتسليح وما إلى ذلك وفرطت في البنية التحتية ربما كنتم في عيوننا وفي عيون الناس من تستحقون فعلا أن تمسكوا زمام الأمور في المجلس الانتقالي الحكومة هذه فاشلة من أول يوم للحرب حيث عندما كانت على وقام مع الحراك الجنوبي قبل تعسيس الانتقالي كان فشلها يعتريها من كل جانب لكن دعيني أقول لك دعيني نفترض قدلا أن البلاوي كلها الموجودة فيها على سببها الانتقالي فأين التنمية في المناطق الأخرى مأرب يعني أنت تعرف كيف كانت مأرب مأرب كانت مجرد قرية منبوذة ومتهمة بتصدير الإرهاب ومن يفجرون الكهرباء وما إلى ذلك الآن أصبحت نوالي حكومة جيدة استقطبت العديد من الناس لديها العديد من المشاريع وخلال خمس سنوات ربما أثبتت أنها قادرة على إنشاء دولة بداخلها التي كانت تعد القبائل المتشددين والمتصارعين والمتحاربين إن كانت هذه الحكومة لها مشروع وطني وإن كانت قادرة تعمل شيئا وإن كانت قادرة على الأقل توفر الخدمات وتوفر محتاجات الناس ولو بالحد المطلوب لما وصل الأمر إلى هذا يا أخي الحكومة حين ترك له المجال ظهر ذلك العمل في عدر لم يترك له المجال في عدر اسمح لي فقط أن أعود لي كيف هي الصورة في تعج كيف هي الصورة في تعج هل هناك مجلس انتقال ظهر لم يترك لها المجال هل تتوقع دعم الإمارات في الفصائل المسلحة والإرهابيين لم يترك لها المجال في تعز أيضا سلاح هل هذه المحافظات الأخرى عايشة في بحبوها نعم على الأقل كلمة أخيرة تود قولها على الأقل الإنسان يستطيع أن يمشي في الشارع وهو آمن إلى حد بخلاف في مناطق أخرى في تعج أو في مأرب نظر إلى الحالة الموحشة الموجودة في مأرب عندكم لا يمر يوم إلا ونسمع هناك قاتل وهناك اختطافات وهناك اشتباكات في القبال في تعج نفس الوضع وفي البيضة وفي كل المناطق التي من مسترض أن الشرعية موجودة فيها كل هذه المناطق لا يوجد فيها انتقالي ولا يوجد فيها أي دعوات نزع انفصالية حتى تكون هي الشماعة التي تعلقون عليها كل فشلكم إذا كان وجدتم في عدن هناك مجلس انتقالي تعلق على هذا الفشل فماذا تقولون عن مناطق أخرى أما فيما يتعلق بالانتقالي وليس مكون سياسي ونأشير هذا الكلام أن تتحول مدينة جميلة وعبار عن مشروع مضالة سياسية لنصرة القضية الجنوبية نعم أن تتحول مدينة مثل عدن بمدنيتها ومسالمتها إلى مجرد قرية طاردة لكل من يأتي إليها وتتحول مأرب التي كانت طاردة لكل شيء بهذا الجمال وبهذا القبول فربما هذا الأمر لا بد من إعادة النظر الانتقالي في ذلك الأمر عموما لم يعد لدي المزيد من الوقت أسمحي لي عدن ليس الضحية من شهر أو شهرين عدن ضحية نظام لم يعد لدي نظام علي عبل صالح نظام علي عبل صالح أقسم بأن يحول عدن إلى قرية وهي الوعد الوحيد الذي نفذته السلطة السبع يوليو الذي أوفت بهذا الوعد شكرا لك أستاذ صلاح عدن مدينة ملكوبة من عام 94 وليس من عام شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن كلمة أخيرة لا يجوز المقارنة بين تعز وعدن هذه مقارنة ظالمة عدن تعز محاصرة والانتقالي يساهم في محاصرة تعز والإمارة ساهمت في ضرب المشروع الوطني في تعز في منع تشكل استقرار مستدام في تعز لكن يمكن مقارنتها في مارب وهي مارب مدينة آمنة وهناك سلطة قانون قوية ويمكن مقارنتها بصنعاء انظر أطلب من صلاح السقراتين انظر لإقتصاد الحرب كيف أبقى على صنعاء مستقرة ومستهرة صحيح أن هناك سلطة ميليشيوية استحوذت على كل شيء في أجرماعية استحوذت على كل شيء لكن في نهاية المطاف هناك نموذج يتشكل في صنعاء يمكن أن يوفر ميزة تفاضلية إذا ما قس الأمر بعدا وهذه هي الكارثة الحقيقية لكن طبعا المشكلة تكمن في صنعاء بأن هناك فئة معينة تسيطر على كل شيء تهين ما عداها تخلق نموذج موحشا على المستوى السياسي على المستوى الثقافي مجتمعا متصارعا هذه الإشكالية أخرى نعم شكرا أريد أن أقول أيضا بأن المجلس الانتقالي يظل أداة إماراتية ولن يعمل على خدمة لا المشروع الجنوبي ولا المشروع الوطني نعم إذن شكرا جزيلا لك ياسين التميمي المحل الأسياسي كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني كما هو لكم مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لنألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا براعاة الله وأنه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر